A protein denaturation results in the unfolding and disorganization of the protein secondary and tertiary structure يعني هذا عندي آني tertiary structure من أريد أسوي لـ denaturation شنو معناته يعني رح أرجأ للـ domain لهذا الوضع وأيضا رح أرجأ لهذا الوضع وبنهاية رح أرجأ لهذا الوضع ولكن من أصل لهذا الوضع بعد ما أقدر أسوي شيء لأنه هذا قوي هذا قوي هذا عبارة عن شنو الأواصر الموجودة بي الأواصر البولي ببتايد والببتايد بونت قوية أيضا هذا الديسلفايد بونت هنا رح تكون موجودة فرح يكون تبقى الأواصر القوية طيب شنو هي الـ denaturation of the protein سورها من قررتها ويكون مصاحبة بـ hydrolysis يعني تحل الماء أو ببتايد بونت طيب خلنشوف الـ denaturation الـ denaturation إذا أنا سخان من أريد أن أتقل من هنا لهنانا مجرد أسوي تسخين أو ش أسوي organic solvents ماهو في غاية الـ organic solvents الـ hydrophobic interactions من أخلي الـ organic solvents هي اللي رح تتأثر هي اللي رح تغير الاتجاه الـ hydrophobic interactions لأنه نحن بالـ aquaist لشنون يكون متجه إلى core of the protein أخلي الـ organic solvents رح يتجه إلى الخارج فرح يحلل لي هذه التفاعلات بمعنى أنه رح يصير يعني شنو يعني رح يزعزع استقرار هذه التفاعلات طيب mechanical mixing يعني أنه حركة شن يعني حركة هيج حركة مثلا بالخاشوبة أو شيء أو بالخلاط أنه هاي الحركة رح تسبب mechanical mixing فهذا أيضا يعتبر ممكن يسبب denaturation strong acid or bases detergents يعني ما نتشنوني يعني لا أزيد يعني أنا قص الـ pH أيضا هذا يعتبر عامل من عوامل لتسوي denaturation and ions of heavy metals such as lead and mercury ف أنا عندي agents عندي عوامل أستخدمها حتى أسوي denaturation للبروتين واحدة من هذه العوامل هي الـ heat أنه إذا سخنته فرح رح يصير لـ denaturation وعمليا شنو الـ denaturation هو معناته ألغي التفاعلات اللي صايرة بالبروتين يعني ألغي الـ hydrogen bond ألغيها أكسرها أكسر الـ hydrophobic okay hydrophobic interactions أيضا أكسرها وممكن أصل لحالات أكسر الـ يحتاج ظروف أقسة حتى أقدر أكسر الـ والـ ionic bond أيضا أحتاج إلى ظروف قاسية حتى أقدر أكسرها لأن أدري أواصر قوية وأيضا الـ peptide bonds أيضا أحتاج إلى ظروف قاسية حتى أقدر أو يعني عوامل قوية حتى أقدر أكسرها ولكن نحن بـ denaturation of the protein معناته أنه هوني مجرد أرجع للـ primary structure أو secondary structure القصد أنه يعني القصد تتابع مثلا أنا من primary structure secondary tertiary قاعد أتقدم قاعد أتقدم الـ denaturation ستجعلني أرجع بدل أن أتقدم يعني بدل أن أتقدم بالـ folding راح أسوي unfolding يعني راح أرجع أوكي فقلنا الـ heat organic solvent mechanical mixing و strong acid يعني الـ PHE اللي راح أتأثر فرح أتخلي أندي يصير denaturation إذا أرجع للبرايمر ممكن مجرد أشيل هذه الظروف السيئة اللي قاعد يمر بها بروتين يرجع الوضع الطبيعي اللي هو الترشير ستركتر هذه الحالة ... فأنا مننا وصلت لهنانا فسويت لديناتع برشير وطلق الديناتع برشير وترى بعض الحالة فيما يكون ذلك ترجع الآن ومع ريكون الوضع ومع ريكون الوضع أغلب أنواع البروتينات من تسوي لها لا ترجع مثل ما جاءت وحالات نادرة وحالات قليلة تكون ما تكون تكون الربوتينات من الصحيح دينيشارد 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 موضوع 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 لانه هي غير ذائبة Unsolvable فارحيصار لها شنو تلسيبي انا رح تترسب بالاناء حتى نقدر نسوي لها فاصل طيب هسا role of chaperones